النجمة غدا عادل مبسوط إلا معايك النهاردة مش أول مرة تقدمي شخصية المحامية وقدمتي نوها في الميزان لو صح التعبير أماني هنا حالة خاصة برضو خلي بالك أماني شخصية تانية بعيدة عن نوها أماني عندها طفل عنده توحد وده موضوع المسلسل وبعدين بتقابل نديم اللي هو طهد سوئي شخصية عنده توحد وبيبقى فيه جواها الصراع ده ما بين ده أمل عشان أسق إن أنا ابني هيبقى حاجة يعني ده حتى رسالة لكل أم إن هي لو ابنها عنده توحد إنه لما حتتفرج على المسلسل وتشوف طهد سوئي هتعرف إنه لأ ابنها ده ممكن يطلع ويبقى حاجة كبيرة جدا فأنا كنت فعلا يعني قلبي بيوجهني كده وأنا بقرة وعايزة أعرف إيه اللي حيحصل وبشوف إزاي الناس بتستغل الشخصية اللي زي دي لأنه بريء وبيصدأ أي حد وممكن ناس كتير تستغلوا هنشوف ده في المسلسل لأنه طيب وبيصدأ ولو حد سأله على أي حاجة بيقولها بمنتهى النقاء ما بيعندهمش خبس ولقم اللي في البشر العاديين فبجد المسلسل ده حالة خاصة حقيقية يعني عايزة كلمك على عفويتك وشايفك على ريت كاربيت وبترحب من الناس ما بحبوش عمل انتريفيو بسبب عفوية سديل علشان أنا مش بعرف أبقى طول الوقت يعني إيه يعني دايماً الريت كاربيت والانتريفيوهات والحاجات دي بتبقى الناس بتبقى عاملة يعني طريقة معينة يعني يردوا إيه وما يردوش إيه أنا بقى لو طولت معك كده أحكي لقصة حياتي اشتركوا في القناة